السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي كيميا للصفة الثالث متوسط. راح ناخذ صفحة 32 هذه المثال. مشي المشترك بين مواقع العناصر التالية في الجدول الدوري. عندناها هنا عناصر يقول شني الاشياء المشتركة بين هذه العناصر. اول مرة ناخذ الترتيب الالكتروني وبعدين نعين الزمرة والدورة وبعدين نقول شني الاشياء المشتركة بين هذه العناصر. هنا عدي الماغنيسيوم الامجي الاثناش. الماغنيسيوم الامجي الاثناش. هاذا شنو اول مرة ناخذ الترتيب الالكتروني. نقول وان اس تو. او تو اس تو. او تو بي سيكس. او ثري اس تو. خلن نحسب. اثنين واثنين اربعة وستة عشرة. اثنين واثناش. هزا نعين اول مرة كتبت الترتيب الالكتروني. هو يقول لي ما الشيء المشترك بين هذين العناصر. كتبت الترتيب الالكتروني. راح نعين الزمرة. الزمرة. هذي. هي هنا على اخر عنصر. فالزمرة شنية؟ الثانية. والدورة الثالثة. يعني نقول الزمرة الثانية. الزمرة الثانية. والدورة الثالثة. مثل ما قلت لكم. طبعا الدورة دائما هذي. الرقم اللي بصف هذا الحرف. لكن الزمرة اذا اس. يعني نزلها نفس ما هي. هاي اثنيا نزلتها اثنيا. واذا به. لا نزيدها اثنيا. فهذا ما عدي به. فهذه الزمرة الثانية. هذي المغنيسيوم. خلينا نشوف هذي الامجي. عدي ن اي للدعش. نقول. وان اس تو. او تو اس تو. او تو بي سكس. وثري اس وان. يلا خلنا نعين. يا هي الزمرة من هي الاولى. الزمرة الاولى. والدورة الثالثة. والدورة الثالثة. زين. نشوف يا هذي الثالث انصر. الليثيوم. ال اي ثري. يلا عيني. اه. ال اي ثري. نقول. وان اس تو. وتو اس وان. لان هنا ثنين وواحد ثلاثة. فهذا. ال اتو اس وان. هذا عيني. ال اتو اس وان. يا هي هذي نقول. الزمرة الاولى. الزمرة الاولى. والدورة شنية. الدورة الثانية. زين. شذي الاشياء المشتركة هسه. شوفوا هسه هذي. كل هين شوفوا زمرة اولى. وهي زمرة اولى. وهذا الزمرة الثانية. ذاني ما مشتركة. زين. هاي الدورة الثالثة. والدورة الثالثة. والدورة الثانية. الثانية. اذا. اه. اللذي يربط باعه. هسه شنية. هذا اللي يربط بين من. بين الليثيوم. ال ال اي. هعيني. وال ان اي. شوفوا هاي. شنية اللي يربط بينها. مشتركان بزمرة واحدة. يعني هاي زمرة الاولى. وهاي الزمرة الاولى. اذا. شقول. الليثيوم ال ال اي. ويا من. ويا الصاديوم ال ان اي. اه. يشتركان. يشتركان. في زمرة. واحدة. يشتركان. في زمرة واحدة. اما. المغنيسيوم. ال ام جي. هذا ال ام جي. وال اي. مشتركان. بيمن. بدورة ثالثة. شوف. هاذا الدورة الثالثة. وهاي الدورة الثالثة. العدي. ال اي. وال ام جي. هذا نشبهين. يشتركان. في. دورة. واحدة. يا هي. هي الدورة الثالثة. هي الدورة الثالثة يعني مختصر مفيد لهذا المثال شني اللي يريد الشيء المشترك احنا طلعنا الترتيب الالكتروني وعينت الزمرة وعينت الدورة فشني الاشياء المشتركة قلنا الليثيوم هذا الال اي هذا الال اي ثري والان اي الدعش هذا الني الال اي والال اي والان اي يشتركان بزمرة واحدة يعني الزمرة الاولى هذي والزمرة الاولى اما الان اي والام جي مشتركان بدورة واحدة هي الدورة الثالثة خلينا ناخذ المثال اللي جوا هم نفس الشي هم نقول ما الشيء المشترك خلينا نقول بي اي فور و بي فايف و ان سفن يلا يعني ناخذ الترتيب الاليكتروني البيئي الفور شنقول وان اس تو و تو اس وان ثنين وواحد اه شون اه ثنين اثنين سوري اه ثنين وثنين اربعة وان اس تو هذي ها هي زمرة ثانية زمرة ثانية او دورة ثانية او دورة ثانية زمرة الثانية والدورة الثانية يعني اثنين هاتين زمرة او دورة ثانية هسا ناخذ البيئي فايف وان اس تو و تو اس تو و تو بي وان شوفوا هاذا هاذا شوية يختلف هسا يا هي هاي هاي الزمرة الثالثة والدورة الثانية هسا شون هسا تقولون شون اه زمرة الثالثة وهي واحدة احنا قلت البيئي ازايدة من اثنية يصير عدة ثلاثة اذا بيئي هنا كان زيد ازايدة من اثنين هاي الثنين من عندي فالدورة الثانية هي هاي الثانية والزمرة الثالثة لانبيلين ب زيادتة من اثنين واذا ما كوبيلة يعني العدد اللي فوق هنزله ازين اه ش بقع عدي بقع عدي الانسفن شنقول وان اس تو و تو اس تو و تو بي ثري هاذا هم نفس الشي اذا يا هي هاي هاي الزمرة الخامسة والدورة الثانية هاي مثل ما قلت لكم الدورة الثانية هي تنزلنا في اسماهية والزمرة الخامسة هي ثلاثة زيادتة من اثنين ليش يساوينا خمسة ليش مثل ما قلت لكم اذا بيه زيادة من اثنين فنشوف شين المشتركات بيهن هذاني اللي عدي البي اي والبي والان يشتركان بدورة واحدة هي الدورة الثانية كل هن شوفوا هاي دورة ثانية وهاي دورة ثانية وهاي دورة ثانية اذا شقول يشتركان في دورة واحدة هي الدورة الثانية زين وبعد شنية ولكن الزمرات تختلفا مثلا عندي البي اي هذي الزمرة مالتهم ثانية الزمرة الثانية شوفوا والبي يا هي وين البي هاي البي الزمرة هم الثانية ها عيني البي الزمرة اي هذا البي البي الزمرة ثانية والبي الزمرة ثانية هذي الان ها هذا البي البي الزمرة ثانية وهنا عدي الزمرة الثالثة وهنا الان سفن هاي الزمرة الخامسة يعني كل وحدة تختلف مثلا عندي البي ينتقع بالزمرة الثالثة والن بالزمرة الخامسة والبيئي بالزمرة الثانية فهم يشتركان بمن بدورة واحدة هي الدورة الثانية هاي عيني الشي المشترك بين العناصر هذن المثال اخذنا صفحة صفحة 32 وبالتوفيق